بسم الله الرحمن الرحيم شن هو تأثير درجة الحرارة على سرعة التفاعل هذه راح تكون تجربة عملية لما ديش المختبر راح تلقى ثلاث او اربع قوارير جدامك كل واحدة لازم تكون مسخنها الى درجة حرارة معينة ثلاثين سليزي، أربعين سليزي، خمسين، ستين سليزي راح يكون عندك ايضا شعلة حق التسخين وراح يكون عندك ساعة ايقاف وحمض HCL اللي بنسوي راح نيحق اول واحد تمام ونسخنها اول انبوبة او قارورة ونسخنها على الشعلة ونحط فيها ثرمومتر ونشوف اذا وصلت درجة حرارة ثلاثين نحطها على الاكس صاحبنا مغيرة تذكرونا ونصب هذا الـ HCL على الانبوبة طبعا الانابيب كلها فيها نفس التركيز من ثيو كبريتات صوديوم كلها نفس الشي فاول واحد راح تكون درجة حرارة ثلاثين نصب عليه الـ HCL ونشغل ساعة اللقاف على طول ونشوف متى يختفي الاكس مع تكوين الراسب الابيض اذا اختفى الاكس ديش الساعة نوقف الساعة ونشوف كم الرقام حلو؟ بعدين نصفر الساعة نطق الصوب الثاني هنا ترجع الصفار ونمسك القارورة الثانية ونسخنها الى درجة حرارة اربعين اذا وصلت درجة حرارة اربعين رديناها وصبينا عليه نفس الكمية من الـ HCL وشوفنا شكثر طقينا الساعة هنا وشوفنا شكثر ياخذ التفاعل من وقت نوقف اول ما يصير هنا راسب ابيض ويختفي الاكس نوقف الساعة وشوف كم الرقم وسجلة نفس العملية نكررها هنا ونفس العملية نكررها هنا يلا شوفوا هذه التجربة عملي تمام؟ هذه هي كبريتات الصوديوم خذيتها وسخنتها وعندي ايضا ثرمومتر راح احط فيها عشان اشوف كم درجة حرارتها راح اضلا سخن انا قاعد احاول اوصل هذه الى درجة حرارة خمسين او ستين قست درجة الحرارة بالثرمومتر وشفتها طبعا يبينوا ايايانا بالثرمومتر انتم ما يبينوا اياكم بالتصوير تمام؟ شفت درجة الحرارة والله وصلت الشي الفلاني قمت حطيتها على الـ X في X صغير تحت شوفونا اكو X صغير هنا حطيت الـ HCL وطقيت على طول الساعة وقعد انطر لاحظو هني اختفت بسرعة من اعتدرجة الحرارة كانت وايد عالية وقفت الساعة وراح اسجل الرقم لي طلعوا اياي نفس الكلام اكرره بس بدرجة حرارة مختلفة الحين راح حاول اوصلها الى 40 مثلا او 30 زين اخذ درجة الحرارة اتأكد انه وصلت الدرجة اللي انا بيها تمام؟ ورد اصب الـ HCL وطق الساعة تلاحظو انه نفس العملية قعد اكررها اكثر من مرة لكن الفرق انه درجة حرارة ثيوكبريتات تختلف كل مرة شوفوهني طول اكثر على ما تكون الراسب مرة اللي طافت تكون بسرعة فسجلت هنا النتيجتين اللي اطلعوا عندي وهذه الثالثة وقيس درجة حرارتها لا ولا تحتاج تسخين شوي زيادة تمام؟ ارد اصب عليه الـ HCL لاحظو ان الـ HCL كل مرة نفس الكمية واطق الساعة واشوفش كثير يطول الـ X على ما يختفي شوفوهذا الـ X بانطلع لما يختفي تلاحظو انه اختفى بوقت اطول معنات درجة حرارة هني كانت 30 يمكن او 20 عدل اول واحدة سويناها كانت 50 بعدين 40 هاي 30 الاخيرة راح اسويها بدرجة حرارة الغرفة ما راح اوريكم ياها بدرجة حرارة الغرفة بدون تسخين اسويها اللي هي درجة حرارة 20 لانها ليان برد فالامور طيبة في التجربة اللي صارت جدامكم لما كانت درجة حرارة 50 كانت السرعة تقريبا او الزمن التفاعل كانت 15 ثانية بعدين عند درجة حرارة 40 كانت تقريبا 22 ثانية درجة حرارة ثلاثين تقريبا اه اه ممكن 40 ثانية تقريبا طبعا سجلتم هنا يا جدامكم لازم تسجلون بدقة عند درجة حرارة strippedب 2 سيليزي كانت تقريبا 57 ثانية كالعادة راح ارسم رسمة بيانية تبين العلاقة بين درجة الحرارة ومقلوب الزمن لاحظ هالمرة خلينا درجة الحرارة بالسيليزي وليس بالكلفن ليش مو قاعد نتكلم عن الغازات لما نتكلم عن الغازات ديش ساعة لازم تكون بالكلفن لكن المحالية للأمور هذي الأمور طيبة ممكنني أحسب بالسيليزي ماكو مشاكل ولاحظنا درجة الحرارة خليتها على محور الأكس أو محور السينات ومقلوب الزمن خليتها على محور الصادات أبيك أول شي تشوف لي درجة الحرارة وزمن التفاعل كل ما زادت درجة الحرارة شي يصير بزمن التفاعل يقل من هذا العلاقة بين درجة الحرارة وزمن التفاعل علاقة عكسية هذا يزيد هذا يقل انتبه درجة الحرارة وزمن التفاعل علاقة شنو عكسية لكن لما يب مقلوب زمن التفاعل شنو يعني مقلوب يعني واحد تقسيم هالرقم واحد تقسيم هالرقم واحد تقسيم هالرقم واحد تقسيم هالرقم شنو راح يصير راح تصير علاقة طردية بين هذا وهذا واضح لاني قلبت الاخ الحبيب هذا تعالوا خنشوفنا بنحسب هالأرقام بوقف الفيديو وحسبهم وردلكهم حسبتهم طبعا طريقة الحساب مثل ما اتفقنا واحد تقسيم 57 يطلع ليها الرقم واحد تقسيم 40 يطلع ليها الرقم وهكذا الحين راح هي اسوي المدى مالي المدى مال درجات الحرارة تذكرون كل أربع انطق واحدة كل أربع انطق واحدة عشان تصير تقسيمتنا صحيحة درجة الحرارة عندي تبدأ من 20 وتنتهي ب50 فأقدر أقول 20 30 40 50 وأقدر أقول 20 25 30 35 40 45 50 شذي أحسن صح نوزعها أكبر أحسن فرح نبدأ من 20 25 30 35 40 45 40 وهذه راح تكون 50 وهي أعلى درجة عندي وبعدين هي أطالع محور الصادات أو محور الأكسات أنا حطيته هني كل ثنتين واحدة ممكن تتحط كل أربع ذاتة بكيفك أشوفه هني بادي من صفل فاصلة ثمنتعش ومنتهي صفل فاصلة ستة وستين معنة أنا أقدر أقول صفل فاصلة عشرة صفل فاصلة عشرين صفل فاصلة ثلاثين فاصلة ربعين فاصلة خمسين فاصلة 60 فاصلة سبعين حد حد يالله يكفي ما أقدر أستغل هالثلاثة الزايدين فلي ذلك راح أقول من هني صفل فاصلة صفل عشرة اللي فوقها صفل فاصلة صفل عشرين صفل فاصلة صفل ثلاثين صفل فاصلة صفل أربعين صفل فاصلة صفل خمسين صفل فاصلة صفل ستين وصفل فاصلة صفل سبعين ما اقدر وزعهم اكثر من تذيه ما عندي مكان ما يكفي المكان يلا احدد النقاط عن درجة حرارة 20 كانت 0.018 يعني تقريبا اهني وهذه دائرة عليها اللي وراها 0.025 25 عن 30 سيليزي هاي 30 سيليزي وراح نوصل عند 25 كاهي النقطة حلو بعدين عند 40 درجة سيليزية 0.45 هذي 40 درجة سيليزية 0.45 تقريبا اهني حلو وصول الفاصلة 66 عند درجة 50 سيليزي هذي 50 سيليزي ونابي 66 تقريبا اهني وبعدين احاول ارسم خط يجمعهم كلهم حاول يرسم خط يجمعهم كلهم اللي راح اسويه الحين ارسم الخط كهو الخط مالي بس لانه على الايباد ما راح ارسم عدل انت تحاول تحط المصطرة وتضبط الامور احاول اخليه يحوشهم كلهم طبعا هذي طالع عندي غلط ليش لانه التجربة انا سويتها سفري يعني سريع ما ضبط الامور هذي المفروض تكون هني شوي فوق بس شوف انا حايشها على خفيف والباجي كلهم حايش هم حسب الدائرة معناتها هذا هو خط يلاحظون علاقة بين درجة الحرارة وواحد على مقلوب الزمن او عفوا مع مقلوب الزمن هي علاقة طردية لكن لو كان هني بس زمن وليس واحد على الزمن راح تكون علاقة اكسية واضح الفكرة راح يسألونكم سؤالين ثلاثة على هالموضوع يا رب تكونوا استفدتوا والحمد لله رب العالمين